ديفيد شينكر هو أحد الخبراء الأمريكيين المتخصصين في أمور الشرق الأوسط عمل مدة طويلة برفقة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيل سألناه اليوم فيما يتعلق بالوضع القائم في مصر إجاباته أغلبها لم تكن متفائلة الإخوان المسلمون لا يقدم على تقديم تنازلات كبيرة وهو ما يدفع إلى العودة إلى نقطة البداية عندما كانوا ينشطون في السرية هناك تقارير تأتي من مصر تقول إن بعض الإخوان دفعوا أموالا لمواطنين في سيناء لأجل مهاجمة عناصر الجيش وهذا هو وضع متوتر لا أرى له حلا سياسيا ويعترف ديفيد شينكر بأن ثم تتباطئ وتأخر فيما يتعلق بالقرارات والمواقف وما إلى ذلك من جانب الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في مصر الولايات المتحدة حتى الآن تراقب وتنتظر ما سيحدث مع الحملة الأخيرة في مصر وتطلق بيانات نموذجية تدعو الجيش إلى ضبط النفس لا أظن أن الإدارة الأمريكية تريد وقف المساعدات المقدمة لمصر وأيضا لا يريدون الضغط على الجيش ولكن هناك مخاوف من سخوط عدد كبيرة من القتل وبظن يعتقاد الإدارة الأمريكية تدرك جيدا أن الجيش المصري لا يدير الأمور بشكل صحيح في البلاد تاريخيا كان هناك دائما علاقة مصالح استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الإدارة الأمريكية لم تكن تمانع في أن يحضر الإخوان بفرصة لممارسة السلطة وخلال الانقلاب كان هناك انقسام حاصل في واشنطن ولم تكن هناك رغبة في وقف المساعدات العسكرية لكن الآن أعتقد أن المخاوف الحقيقية هي الانهيار المحتمل والأعداد الكبيرة من القتلة كما أن الوضع الأمني الذي كان أصلا سيئا سيسوء أكثر فأكثر والسيناريو الأسوأ هو الانهيار وفي العديد من المرات خلال حديثنا إليه كان ديفيد شينكر دائما يقول بأن الرئيس الأمريكي الحالي والإدارة الأمريكية الحالية ليست بمثل الإدارات السابقة من حيث المنافسة على النفوذ في المنطقة أو على الأقل مسايرة الأحداث هناك مثل ما تقوم بذلك الكثير من الأنظمة والكثير من الدول أعتقد أنه ثمت غموضا في رؤية الناس بالمنطقة لإدارة رئيس أوباما هذه الإدارة تبدو منعازلة تماما غير مشاركة في بعض التطورات المهمة التي تحدث بالمنطقة سواء فيما يحدث في سوريا أو في مصر لهذا نرى مثلنا شيخ باندر بن سلطان السعودي يذهب إلى موسكو وليس إلى هنا إلى واشنطن لأننا لا نعد نلعب الدور المناسب في سوريا وأيضا في مصر لا أعتقد أن الإخوان المسلمين يحملون مشاعر جيدة للولايات المتحدة حتى قبل وصولهم إلى السلطة إنهم لا يحبوننا ولا حتى الذين يسمون الليبراليين أو الديمقراطيين في مصر لكن الجيش الذي كان الجهة الأقوى التي تقف وراء السياسة في البلاد لعشرات العقود وربما لقرون كان دائما دائما للعلاقة مع واشنطن وفق مبدأ المصلحة ليس فقط المساعدة السنوية المقدرة بنحو مليار وثلاثمائة ألف دولار وإنما أيضا التدريب وتطوير الجيش المصري نحو الاحترافية ترجمة نانسي قنقر